واخير اختن فيه وهذا الموضوع يخص اتحاد الكويتي كرة السلة يعني اليوم احنا لما نوجه عتبنا الاخوان في اتحاد الكويتي كرة القدم ولجنة الانضباط وشفنا يمكن قبل يومين احصائية خاصة في لجنة الانضباط وكنت اتمنى وقتها بعد الاحصائية اللي انعرضت في حساب الديربي انه يعني كنت اتمنى من الاخ نواف الهزاع الاخ العزيز الفاضل والاخوان اللي معاه اعضاء اللجنة يقدمون استقالتهم صراحة لكن اتفاجأت انه يعني رغم نشر الاحصائية اللي تبين ان القرارات اللي قاعد تظلم لجنة الانضباط ما فيه اي لائحة اي مادة قاعد يتخذ فيها العقوبة قاعد نشوف عقوبات نفس العقوبة واحد انذار الثاني يقاف خمس مباريات ولا اربع مباريات يعني هذا الامر يعني ما بيادخل في في ذمة الاخوان ويشكك فيه لكن ان شاء الله كلهم بعيدين عن الشكوك وعن لكن انه لما تشوف مثل هذه الامور هذه يعني زع اللي تابع الوسط الرياضي ولجنة الانضباط فكنت اتمنى من الاخ نواف الهزاع والاخوان في لجنة الانضباط يستقيلون لكن هذا رأيهم ويحترم اليوم انا ملاحظتي الاخ رشيد العنزي والاخ رشيد العنزي رأي استحاد كويتي كرة السلة انا عرفه يعني رجل حقاني رجل لا يخضع الى الضغوط رجل اخر هم الكرسي لكن اليوم يا اخوي رشيد العنزي اللي صار مع صالح اليوسف هذا الامر مفروض منك انت شخصيا ما يمر مرور الكرام صالح اليوسف لاعب القادسية طبعا كلكم تعرفون الحادثة اللي احصلت والكل رفض هذا التصرف من الاخ صالح واتحاد كرة السلة ولجنة المسابقات اصدرت اقصى عقوبة في حق صالح يوسف لاعب القادسية وطبعا هذه عقوبة مستحقة لان ما بدر من صالح لا يمكن ان احد يدافع عنه صراح لكن لجنة المسابقات حولت الامر الى الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعد اصدار اتحاد الكويتي كرة السلة بعد اصدار العقوبة طبعا العقوبة تخيلوا يا اخوان 17-11-2021 حسب ما نمى علمي يا اخوي رشيد العنزي ان الاتحاد الكويتي كرة السلة رفض ان يصدر اي عقوبة حسب ما نمى العلمي لان انتم محتاجين اللاعب وتابونا حق دورة الخليج اللي بتصير في الكويت كانت المفترض في شهر واحد في دورة الالعاب الاولمبية لكن بعد صدور قرار بتأجيل هذه الدورة نمى العلمي ان الاتحاد اصدر عقوبته بيقاف اللاعب صالح يوسف حتى نهاية الموسم يعني هذا الامر يا استاد رشيد العنزي اذا كان هالكلام صحيح يعني انت اليوم لما تحتاج اللاعب حق المنتخب تغض النظر عن العقوبة عشان انا محتاجة حق المنتخب اذا انت عندك مبدأ يا استاد رشيد منتخب يمثل الكويت يبيروح بيلعب في كاس العالم مو دورة الخليج كاس العالم انت عندك مبدأ اطبقه اللاعب اخطأ عقوبته تستحق حتى نهاية الموسم اطبقها اعلن عن العقوبة لكن مو عشان انا محتاجة حق بطولة دورة الخليج دورة الالعاب الاولمبية اطوف حسب ما نعمل علم ويمكن اكون مخطأ يا اخو رشيد العنزي وهذه ارقام تلفوناتها موجودة لكن احنا ما نرضى ما نرضى ان لاعب يحوش هذا الامر السبب الرئيسي في ان هذا اللاعب او ظلمة او او مو ظلمة ان ان خطأ ان يمثل نادي الغادسية هذا مو حال ترى يا اخو رشيد يعني لاعبين الغادسية تبينهم يعني كل لاعب الغادسية مثلا بدل الغادسية ينتقل مثلا تبيه يروح نادي اخر عشان ماي ما تصدر عليه عقوبات ولا ما يتعرض لعقوبات ولا ولا شنو انت تفسيرك حق هالموضوع يا اخو رشيد العنزي انت اليوم من شهر 11 من شهر 11 2021 ما تصدر العقوبة الا في اثنين شهر واحد 2022 بعد سنة معقولة يا استاذ رشيد معقول انت ترضى في هذا الموضوع انا يقول لا يمكن انت ترضى في هذا لا يمكن هذا هذا ما اعهدناه منك يا اخو رشيد العنزي لا يمكن وانا حسب ما نميه لعلمي ان انت قاعد تتعرض لضغوط وانا ادري انت مستحيل تخضع لأي ضغوط لأي شخص كان لان انت صاحب حق وصاحب مدى فاليوم اللي يتعرض لصالح هذا المفروض انت تكون لك وقفة انا وقفت ثمن مباريات اقصى عقوبة خلاص اقصى عقوبة هذا وقفت او ابصدر في عقوبة مثل ما قد قبل شوية اول اجتماع لمجلس اليدارة اوقفه خلاص يبا اصدر عقوبته اوقفه سنة سنتين اشطبه نهائيا كيفكم لكن تتعاملون مع لاعب عشان يمثلن هذه الغاتسية بهذه الطريقة لا لا الامر ما ما يرضيك يا اخو رشيد العنزي انت انت شخصيا المفروض ما ترضى واذا كانت هناك ضغوط لاصدار هذه العقوبة اقول لك انا يعني وجهة نظر استقيل ولا يقعد يوم واحد في في هذا الكرسي اذا ما اذا اذا كانت اذا كان اللاعبين يتعرضون لمثل هذه المواقف اللي تشعرهم بالظلم فاتمنى تكون منصف يا اخو رشيد العنزي وتوقف مع الحق وتكون صاحب مبدأ في هذه رشيد العنزي